اشتركوا في القناة 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 ولكن من الذي يسمعه والآن لو لم يدرى ولم يفهم ما يحدث في العراق النار ما يقف لهنا لا سمح الله تعالى والله يحفظ أرض الحرمين والله يحفظ مكة والمدينة والله يحفظ جزيرة العرب من شر هؤلاء الناس ولكن نحن في موقع تاريخي نحن في انتحان نحن في اختبار أمام الله وأمام الوشر يجب نكون قدر مسؤولة هاي كونسي فاضي آيات الله وغير آيات الله اين مكانهم ليش ما يشيون هنا مش أصحاب المنطق مش أصحاب الحجة الإلهية الحجة التي لا تملك قدر المبلة حجة جعلوها إلى حجة العصر ولي العصر اين هو حجة فاضية اين هو آيات الله السكر ما اسمه هذا ما فيه السكر بيده يعرف لو يجي هنا ينفضح آيات الله شي راضي وانا عارف منهم أسرار انا بانتزارياته هنا فقط ليش ما يشيون يعرفوا يخدو مساكين الشيعة والله نحنا ينجرها قلبنا لما نرى إخواننا الشيعة ضحية بيد هؤلاء الناس وإلا نحن إيش نخصر نحن في العالم مليارد وستمائة ألف مسلم يعني مية مليون الشيعي لو تصنن ما تصنن ايش نستفيد ولكن هم يستفيدون أولا جيوبهم أنت ما تعرفون هايات الإسابات كيف ينتص الشيعة كيف ضحية ينظرون الشيعة كأسرة ينظرون الشيعة كغنائم اي شيعي يدفع رأس.. خمس ما ليهي كل سنة ما يستفي اذهب للأمر إلا بعده في الخمس ما يستفي اذهب إلى الحج إلا بده في الخمس ما يستفي اتزوج إلا بده في الخمس خمس وخمس أو خمس كله!!!! صحى من الامام صحى من الامام امن الامام هده.: امام الثاني عشر اين هو ؟ سموا من اب لا ابن له امام الاصر ولي الاصر حجة الاصر جعلوه مساء ال الله الكون الان يهتفون في ايران رأس تقولون لا إله إلا زهر어야 Sally لا إله إلا علي لا إله إلا فاطمة واستنوا هؤلاء أحفاد يازدقرد في مؤتمر نهاوان قال هكذا صراحة عليكم بجنود أمر بن خطاف أقرداره ماذا فعلوا قتلوا أمر قتلوا عثمان شهد المحراب وشهد القرآن ثم التفوا هول علي بعدهم ثم قتلوا سنة علي ثم قتلوا سنة عثمان سنة حسين من قتل هؤلاء الناس للجنود جاسجرد قل هؤلاء الصاحباء تسطرت بالتشيؤ على البيت لخدائي المسلمين هم ليسوا بشياء موضع أقهمت الإمامة والولاية والإسمة لفكر الشيعي لم يبقى هناك تشيؤ لم يبقى يا شيرازي ثال هنا ترجين أنت الشياء ولا باطني وغيره سياسي ثاني يا منتظري أين أنتم لماذا ما تتعرفون عن دينكم لماذا أتعرفون أنتم على حق والوهابية أمجاس ونواصب وكفار هاي نحن الوهدية جينا نحن سنة جينا ليش ما تطايب هم لا تشيوا هنا يلا افتخوا باب إلى إيران نحن هنا في المستقلة وأنتم أجلسوا في إيران ما فيش مشكلة خلي كرسي مسكر أنتم أجلسوا في إيران من نلاقشكم مثل جزيرة ليش نخافون إذن أنتم لستم أصحاب منطق أنتم أصحاب مؤامرات أصحاب ما خدعتوا الشياء وتريدوا أن تخذوا العالم الإسلامي ولكن يا شيئة العالم استيقرضوا يا إخواننا شيئة والله نشبق عليكم والله نغار عليكم أنتم إخواننا أنتم عمّة الناس مسلمين ولما أنا لا أعتبرهم مسلمين مش كفرد مش كفرد كطائفة أمع عوامهم مسلمين وأنا دفعت الضريبة هذا مع بعض المتعصبين أنا برأي أموام شيئة مسلمين أمع بعض المتعصبين من بني ديننا والبني إخوتنا دفعتوا الضريبة لهذا ولكن هذا الرأي فيه أقوله في كل مكان طيب هؤلاء المسلمون ومن ينقذه والله يعتون في برنامج الشياء رجالا ونصان ويبكون لماذا أبا أنا ماتوا على شرك لماذا أنتم تسألون يقولون لنا أنتم تسألون يوم القيامة لماذا ما توقزنا وفعلا منذ خمسمائة سنة هم هكذا أنتم ما تعرفون ماذا هو ماذا هي الفضاحة فضاحة في المجتمع الإيراني الآن بعد الثورة فضاحة سميتم لكهر سميتم لك سميتم لك